اللغات الأجنبية تحديداً الفرنسية تسير موجة خلافات كبيرة داخل حزب العدالة والتنمية المرتبط بجماعة الإخوان في المغرب ففي قانون تبناه البرلمان المغربي بالأغلبية يقضي باعتماد اللغة الفرنسية باعتبارها اللغة الأجنبية الأولى في تدريس بعض المواد رفض نواب من العدالة والتنمية الحزب الشريك في الائتلاف الحاكم التصويت لصالحه معارضوه وجدوا أنه موجه ضد اللغة العربية لصالح الفرنسية إذا اعتبر الأمين العام السابق للعدالة والتنمية عبدالإله بن كيران أن تبنيه هو كارثة على المغاربة بن كيران قال أيضاً في صفحته على الفيسبوك إنه كيف لحزبه أن يتخلى عن العربية في التعليم ويحل محلها لغة الاستعمار هذه فضيحة مشيراً إلى أن العدالة والتنمية بات في وضع سيء جداً فيما قادت تداعيات الانقسام حول هذا القانون إلى استقالة رئيس الفريق النيابي للحزب إدريس الأزمي من منصبه وفقاً لوسائل إعلام محلية يذكر أن مشروع القانون طرح من قبل المجلس الأعلى للتعليم وهو هيئة استشارية مكلفة بوضع رؤية استراتيجية من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء لتعتمده الحكومة لاحقاً ترجمة نانسي قنقر